موسيقى 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 خناة مختصة في كل انواع الهجرة اتمنى ان تكونوا بألف خير و بصحة جيدة فيديو اليوم عاجل قليم ان النافات الكانادية تحتاج لمهاجرين فهو رقص كبير جدا للسكن هنا تسجيل بدون شرط اختبار اللغة الفرنسية تسجيل تسجيل دون شرط اختبار اللغة الانجليزية الايلت تقديم فقط بملء استمارة مجانية جامعة الدول العربية مثلا من الجزائر تونس المغرب افريقيا اسيا او اي جنسية اخرى من خارج كندا سوف اشرح لكم طريقة التسجيل والتقديم في الموقع الرسمية تابع لاقليم النافات الكانادية مشاهدة مفيدة الجامع هذا هو الموقع الرسمية التابع لاقليم اه نونابوت كما تشاهدون هنا صفحة الموقع بالواء الفرنسية سوف اترك لكم رابط اه الموقع الرسمي مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو سأترجم لكم الصفحة وسوف اشرح لكم هذا الموضوع الشرح كامل وسأشرح لكم طريقة تسجيل والتقديم الى هذا الاقليم نونابوت هنا كما قلت لكم في مقدمة الفيديو هنا اقليم نونابوت يحتاج الى مهاجرين جانب فورا لديه نقص كبير واحد جدا للسكان وايضا هنا الكثير من الاشخاص لا يقدمون الى هذا الاقليم فالاكثر يختارون مقاطعات اخرى مثلا ككيبك موريال بريتش كرومبيا الكندية بالتالي عند تقديم الى هذا الاقليم نونابوت سوف تكون فرصة قبولكم كبيرة جدا اذا هنا سوف تجدون كل المعلومات الخاصة بهذا الاقليم نونابوت ايضا يمكنكم that دليل نونابوت العام سوف تجدوا كل المعلومات, خاصة بهذا الاقليم هنا هذه هو عنوان الادرس الخاص باقليم نونابوت هنا سوف اشرحكم طريقة شجيل وتقديم الى هذا الاقليم هنا لدينا طريقتين أولا يمكنكم أعمل استمارة الطالب مباشرة أو التقديم إلى عروض العمل أو عقود العمل المتاحة حاليا في هذا الإقليم ننفط مثلا سوف نبدأ بالطريقة الأولى سوف نضط على عرض عمل سنقدم إلى عقود العمل الموجودة في هذا الإقليم مباشرة هنا يمكنكم اختيار القطاع هنا دينا الإدارة، خدمات العسرة، الثقافة، العدالة، الخدمات المجتمعية وكثير من القطاعات تختارون القطاع المناسب لكم أو تتركون خانة جميع القطاع هنا أيضا إمكانية اختيار المجتمعات كما تشاهدون أو ترك جميع المجتمعات والضغط على البحث سوف تخرج لكم قائمة الوظائف حسب القطاع الخاص بكم أو يمكنكم أن تقديم مباشرة إلى جميع الوظائف المتاحة حاليا في نونفط هذه الوظائف لدينا رئيس الإدارة مثلا مجال الطبخ، مخطط، بناء المناجم، ميكانيكي، ميكانيكي معدد ثقيلة تختار الوظيفة المناسبة تقدم إليها مثلا سأختار هذه الوظيفة عامة لأشرح لكم طريقة التشهيل والتقديم سأضعط عليها هنا سوف تجدون كل تفاصيل هذه الوظيفة وأيضا لدينا آخر عجل لأتقديم إلى هذه الوظيفة هنا الشركة التي سوف تعملون فيها هنا فيما يخص المؤهلات التي يطلبونها هذه هي المؤهلات كما تشاهدون الشروط لأتقديم إلى هذه الوظيفة هنا لا يطلبون أي إثبات لأشياء اختبار الوظيفة الفرنسية CFTF في كندا أو اختبار الوظيفة الإنجليزية كما تشاهدون هنا لدينا المسؤوليات المهم التي سوف تقوم بها هنا طريقة التقديم سوف تضغطون على هذه الخانة تقدم لهذا الشاعر سوف تقدم بشرة إلى صاحب العمل هنا إقليم نونابوت لديهم استمارة خاصة كما تشاهدون هذه الاستمارة سوف تملعونها باللغة الفرنسية سأترجم لكم الصفحة وسوف أشرح لكم طريقة التقديم استمارة الطلب هنا حالتك تختار بلد آخر لأننا نقدم من خارج كندا هنا نجمح مرأة مع نعمل الخانة إجباري لديك الإسم اللقب البرد الإلكتروني هنا رقم الهاتف هنا نوع العقل تختار وقت كامل هنا تختار القطاع يجب أن يكون مشابهة للوظيفة التي تقدم إليها كمثال أخطر هذا القطاع يمكنك أيضا اختيار أكثر من القطاع كما تشاهدون هنا المشتوى الدراسي تختار هنا كما تشاهدون لا أحد كنت لا تملك أي مشتوى دراسي يمكنك التقديم أيضا هنا ثانوي ديبلومت دراسة المهنية الجامعة شهادة 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 البكالورية الدكتورة أو آخر مثلا أخطر ثانوي كمثال هنا إذ كانت لإجابة أخرى تحدد مثلا لديك التكوين أو شهادة أخرى هنا سنوات الخبرة الاكسبيريونس تختار لدينا من سنة إلى ثلاث سنوات من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات خمس سنوات إلى سبع سنوات ثماني سنوات وأكثر مثلا أخطر ثلاث سنوات إلى خمس سنوات كمثال هنا فيما يخص هذه الخانات اختيارية ولكن من احسن اضافة سيرة ذاتية باللغاء الفرنسية او سيرة ذاتية باللغاء الانجليزية ايضا مقبولة انا اتسل الامر عليكم سوف اترك لكم رابط هذا الفيديو شرحت فيه كافية انشاء السيرة ذاتية سواء الفرنسية والانجليزية بالمواصفات الكندية الصحيحة والمجانية تجدون رابط الفيديو مباشرطا في صندوق وصف هذا الفيديو تضغطون على هذه الخانة قرأت وقبل شرط الاستخدام واسية خصوصية ثم تضغطون على تقديم طلبي وتنتظرون الرد هنا سوف اترك لكم جميع قائمة هذه الوظائف مباشرطا في صندوق وصف هذا الفيديو اذا شرحت لكم الطريقة الاولى لاتشجيل والتقديم هنا فيما يخص الطريقة الثانية اذ مثلا لم تجدوا الوظيفة المناسبة في قائمة الوظائف المتاحة في اقليم سوف تختارون هذه الطريقة الثانية استمارة الطالب سنضغط عليها هنا كما تشاهدون نفس الاستمارة سوف تختارون على الحالة بلد اخر تكتب الاسم اللقب البريد الالكتروني الهاتف هنا نوع لها تختار وقت كامل هنا فقط يجب اختيار القطاع الخاص بكم وهنا موقع اه اقليم سوف يبحث لك على وظيفة حسب القطاع الخاص بك مثلا اه كمثال نقول البناء والميكانيك وتختار ايضا مستوى الدراسي مثلا ثانوي سنوات الخبرة هكذا اه تحملون اما سيرة ذاتية فرنسية او انجليزية بالمواصفات الكندية كما شرحت لكم سابقا تضغط على اهدية الخانة وتضغط على تقديم الطلبي وتنتظرون اه الرد من اه طرف موقع اقليم نون عبوت هنا في حالة مثلا وجد لكم وظيفة او عقد عمل في القطاع اه المناسب للبروفيل الخاص بكم سوف يتواصل معكم عبر الايميل هنا ايضا سوف اترك لكم اه استمارات الطلب مباشرة في صندق وصف هذا الفيديو اذا هذا كل شيء فيما يخص موضوع فيديو اليوم اتمنى انكم استفدتم من هذا الشرح لايك بارتاج ليستفيد الجامعة لا تسل الاشتراك في قناة فنس براكس تشجيعا لمواصلة العمل حظ موفق للجامعة